محبة الله محبة بلا حدود السماء السادسة محبة الله محبة لا تتغير لا تعرف التغير غير قابلة للتغير وده طبيعي لأنه مكتوب عن الله أنه ليس عنده تغير ولا ظل دوران محنى 13 يقول لنا العبارة الجميلة دي أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم يعني إلى المنتهى هاي المعنى اللي بنقول يعني إلى المنتهى يعني محبة لا تعرف التغير على الرغم من كل ما يمكن أن يجعلها تتغير ولماذا استخدم الرسول يحنى هذه العبارة هنا لأن في هذا الأصحاح نجد ضعف التلاميذ واحد ورد تاني فمثلا قبل ما يغسل الأقدام كانت أرجلهم متسخة جاي يغسل الأرجل بطرس اعترض ولما شرح له الرب أجاب إجابة مش مظبوطة قال له ليس رجليا فقط بل بل اغسلني كلي والرب رد عليه مش فاهم بطرس بعد كده قال لهم الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني والتلاميذ ضعفة ارتبكوا جدا بعد شوية واحد يقول له أرنا الأب وكفانا في لبس يرد الرب ويقول له أنا معكم زمانا هذه هذا مدت ولم تعرفني في لبس بعد كده الرب بيقول أظهر له ذاتي يرد يا هزة ليس الإسقريوتو يقول إيه اللي حصل أنك لست مزمعا أن تظهر ذاتك للعالم يعني تخيلوا حضراتكم بعد ثلاث سنين ونص شخص مدرس عظيم هو المسيح قاعد مع الحدشر تلميذ بتوعه وكلهم كم واحد يجاوب إجابة صحة في الامتحانات ولا واحد يعمل 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 يقول لهم خسارة تعب فيكم لا سامحوني أقول ده إحنا أحيانا يا خدام في أوقات ضعف لما نتعب وندرس وبعد كده نلاقي ما فيش استفادة جوانا بنقول أنا باعترف جوانا بنقول إيه على إيه بتعب طيب له عمره ما يقول كده حاش فييجي يوحن يقول حبهم إيه ده الملخبطين الولا يهمك أنا بحبه واللي هيصلحهم محبتي وهفضل أخدامهم ما أعظمك يا رب ما أعظمك هو غسل الأرجل معناه إيه معناه خدمة مستمرة فوق لست تفهم أنت الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد إيه يا رب البعد ما أطلع أنا المجد وأنا في المجد أنتوا عارفين هيشغلني مين مين هيكون شغلني الشغل أنتم وإزاي هتغسل أرجلنا قالوا أنتوا بتعدوا في رحلة الحياة أرجلكم هتتاسخ من الأتربة من ظروف الحياة من زلات من أخبار هتشعروا أحيانا بالضعف وتشعروا أحيانا بالفشل والإعياء طب أنت هتعمل إيه قال أنا هستمر أغسل أقدامكم يجبنا اجتماع يغسل أقدام يسمعنا وعزة يغسل أقدام نقرأ فصل في الكتاب تتغسل أقدام نقاب الأخ مؤمن يغسل أقدام غسل الأقدام أو خدمة الإنعاش بيرجعنا تاني ينعشنا عشان نتمتع بمحبته ترجمة نانسي قنقر